كشفت هيئة البث الإسرائيلية تفاصيل الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسر المرتقبة بين حماس وإسرائيل وذلك نقلا عن مصادر مطلعة على محادثة باريس بحسب الإطار الجديد الذي صادق عليه مجلس الحرب سيتوقف القتال يوم واحد مقابل كل أسير إسرائيلي يتم الإفراج عنه بإجمالي نحو ستة أسابيع حيث من المتوقع الإفراج عن أربعين شخصة وسيتم الإفراج كذلك عن عشرة أسر أمنيين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية مقابل كل أسير إسرائيلي لدى حماس والفصائل الفلسطينية ستوافق إسرائيل على أن يعود النازحون من جنوب قطاع غزة إلى منازلهم في شمال القطاع وكذلك على إعادة الإعمار لكن حركة حماس قللت من سقف التوقعات الإسرائيلية واعتبرت في بياني لها أن أجواء التفاؤل بقرب التوصل لاتفاق لا تعبر عن الحقيقة أشارت كذلك إلى أنها تعاملت مع الوسطى بإيجابية من أجل إنهاء معاناة الفلسطينيين ووقف الحرب واتهمت حماس رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بأنه يراوغ ويتهرب من الاستجابة لأهم المطالب المتعلقة بوقف العدوان والانسحاب التام وعودت النازحين لشمال القطاع في مقابل ذلك أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أن المحادثات هذه المحادثات التي يجري الحديث عنها في باريس ستؤدي أو قادت إلى تفاهم حول اتفاق محتمل يقضي بإطلاق حماس لصراح رهائن ووقف جديد لإطلاق النار في قطاع غزة قال مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض جيك سوليفان لشبكة CNN أنه تم التوصل بالفعل إلى تفاهم حول الملامح الأساسية لاتفاق رهائن من أجل الإعلان عن وقف مؤقت لإطلاق النار في غزة وأضف جيك سوليفان أن الاتفاق لا يزال قيد التفاوض مشيرا إلى أنه يجب عقد محادثات غير مباشرة بين قطر ومصر مع حركة حماس أشار كذلك جيك سوليفان إلى أنه لم يجري بعد إطلاع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطة إسرائيل العمليات العسكرية في رفح وكعادته شكك رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يامين نتنياهو بإمكانية التوصل لاتفاق قائلا في مقابلة مع سي بي أس نيوز أنه لا يمكن ضمان نجاح الصفقة المرتقبة مع حماس بل وعاد نتنياهو للتهديد مرة أخرى وقال إن إبرام اتفاق هدنة لن يؤدي إلا إلى تأخير العملية العسكرية في رفح ترجمة نانسي قنقر